السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد حريق في بانهوف بيليفيلد في مقاطعة نوتغين بستفالن البارحة ليلة شاب حريق في الهوت بانهوف لمدينة بيليفيلد من أكبر المدن في مقاطعة نوتغين بستفالن بين الجلايزات كان في الأسطح بتعرفوا هي الأسطح الفوق الجلايزات يعني على مدارج القطارات شاب حريق وأدى إلى خسائر فادحة تسبب اليوم بتسكير عدد من الجلايزات عدد من الخطوط الحديدية وهذا الشيء سيؤدي يعني خلال اليوم وأيضا في العيام القادمة إلى حدوث تأخير أو حتى يعني انقطاع لعدد كبير من القطارات اللي بتمر يعني بمدينة بيليفيلد بشكل خاص في خطوط رئيسية للإيتسي إي اللي بتربط عادة نوتغين بستفالن في نيدا زاكسن يعني الخطوط الرئيسية بين كولن ومدينة هنوف على سبيل المسال إيتسي إي بسبب تقلص لأن عدد الجلايزات يعني صار عددا محدود في بانهوف بيليفيلد وبالتالي صار في ضغط على هل الجلايزات اللي لسه شغالة يعني وهذا الشيء سيؤدي إلى حدوث يعني انتماعنا التأخير كبير في العديد من القطارات وخاصة القطارات المحلية يعني الاسبان غيجيونال بان غيجيونال إكسبقس هدولي رح يصير فيهم تأخير كبير فالناس اللي عنده شغل أو سفر عن طريق بانهوف بيليفيلد أو حتى الناس اللي بتعدي يعني مسافرة ببانهوف بيليفيلد يعني ممكن يصير فيه التأخير كبير أيضا بسبب وجود هذا الحريق يعني لم يتم ذكر سبب الحريق بعد يعني وخاصة تعرفوا أنه ألمانيا الآن درجات الحرارة مرتفعة جدا 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 البارحة تم تسجيل أعلى رقم قياسي يعني في تاريخ ألمانيا من حيث درجة الحرارة تم تسجيل أربعين فاصلة ثلاثة في مدينة جايلين كيرشن بنوتغان بسفالن أيضا وهي تعتبر أعلى رقم تم تسجيله من قبل هيئة الأرصاد الألمانية عبي تم الآن التأكيد الرسمي لهالنقطة الاعتمادة كرقم قياسي ومع ذلك عبتوقعوا اليوم أنه يتم حتى كسر هذا الرقم القياسي أنه يتم تسجيل يعني في مكان آخر في ألمانيا اليوم أعلى من أربعين فاصلة ثلاثة مئوية الأسبوع الماضي أنا عملت فيديو عن التحزير اللي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الحر المتوقعة في ألمانيا وفعلا أجت هالموجة الحر يعني وأجت شديدة جدا أيضا ربما أيضا أقوى مما كان يعتقد يعني حيات الدوام الرسمي للموظفين وربما أيضا بالمدارس وهالأشياء إذن يرجى توخي الحزر أيضا بدرجات الحرارة العالية الآن موجودة في ألمانيا هذا كان كل شيء هذا الفيديو تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر